حضر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة حفل الصحور الذي اقامته القوات المسلحة وذلك بحضور الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق اسام عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وهناءت القوات المسلحة السيد الرئيس عبدالفتاح سيسي بتولي فترة رئاسية جديدة لاستكمال قيادة أمتنا المصرية وتحقيق ما تصب إليه من الآمال والإنجازات الطموحة لبناء الدولة العصرية القوية على كافة الأصعدة مؤكدة بأنها ماضية بكل قوة في الوفاء بالمهام والواجبات المكلفة بها لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصري العظيم وأشهد السيد الرئيس عبدالفتاح سيسي بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية وفي مقدمتها القوات المسلحة وما يقدمه رجالها من عطاء وتضحيات للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي وبناء وتطوير القوة والقدرة التي تحفظ لمصر أمنها واستقرارها وتحقيق مصالحها القومية ودعم جهودها نحو التنمية والبناء والتقدم في شتى المجالات مقدما التهنئة لرجال القوات المسلحة وأبناء الشعب المصري بقرب حلول عيد الفطر المبارك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر